عندك حل الملل أثناء التعلم والله واجد الحلول مو بحل واحد كنت نتعرف على أسباب الملل يعني الآن ليش تمل وانت تعلم ترى أسباب كثيرة واحدة منهن أنك تعتقد طال عمرك أنك بكينة هذه واحدة منهن تحسب أن لعبتك الدراسة وأنك تقدر تدل ساعات طويلة حسب الموضوع ذا بكيفك هذه واحدة من الأسباب في عندي تجربة مع ناس كثيرين يحسب أنه لقاعد ساعات طويلة أنه يتعلم يحسب أنه مرحلة التعلم أدخلها بأي وقت بي أجي تعبان من الشغلة بيتعلم متهاوش مع واحد يلا بيتعلم وهذا واحدة من الأسباب الملل أنك أنت حسب أنك مكينة حديدة حسب أنك تشتغل على ديزل وبنزين لا أنت لحم شحم وشحم ودم ومشاعر هذه لازم تحطها ببالك شي ثاني أحيانا تمل لأنت تمل غير لك عشانك طولت وابطيت تدرس تمل لأنه بديث ما نشوف شي بديث ما نشوف نتيجة وتهمل لأنه ما عندك هدف بعد طفش تخيلي أحيانا أشيلك مع رجلي كده يلا تعال خلي علمك شو نصلح الدينمو إذا خرب بعد بعد ثلاث دقائق خمس دقائق بتسحب علي وبعدين إذا أنا لا ودي تعلم شو نزيل الدينمو الدينمو حق السيارة مريد الكهرب ولا أبي أفهمه ولا أبي أصلحه إذا خرب ولا أبي أشتقربه فهمت إنما صار عندك هدف لتطوير هذا المنتج مثلا والله ما تزينه والله ما تزينه إنما صار لهذا الشيء لأنت تسويه أثر على نفسك بعد ما أنك سويته أو أثناء قيامبه والله ما تسويه والله ندمل فاستثمر قليلا قبل ما تسوي الشيء إنه ترى أبي قولكم حشاي والله يا هاي هذي قوية اللي بقول هذه هذي من الندرة تسمعوا ترى حنا أحيانا نتعلم لأننا نحس بالذنب قل لي وشلون قل لي وشلون أننا نتعلم نحس بالذنب أبي أشوف ردودكم تدرونكم ممكن أحيانا نتعلمون لأنك بس تحس بالذنب أه ما يدري قل لي نشوف هل في حد يدري ولا ما يدري ايه بالضبط هذا شيف الإجابات تراحي أنا نقعد نتعلم فقط مو بلعش أن نتعلم لأنني أنا حس بالذنب أحس بالذنب أحس أني قاعد ما لن أسوي شي أحس أني قاعد ما لن أسوي شي خلاص تفتحت تويتر هلو لقيت لي واحد إن وجهه هالطول من التذب يقول أنا أحسن واحد بالعالم أنا أتعلم كل يوم أنا حسيت أنه حسيت أنه أنا مضيح حياتي أبدأ حسب الذنب و رح أتعلم أنا أبو للتعلم فلا يكون دافعك للتعلم وإحساسك بالذنب يا أستاذ هل دافعك للتعلم أنه أنا أسوي شي أبحص أن دخلي وأصنع لي منتج وأطور لي حاجة بالبيت أستفيد منها هذا هو التعلم زين الآن أفترض أنه أنت سويت خطتك العظيمة لي وأنا قاعد هنا هري هري أنظر على رأسك سويت خطتك العظيمة لي قبل ما أني هريك هري ما أدري أنت صحب السؤال تدري ولا ما تدري خلاص سيا ربي لك الحمد والشكر والحمد لله درست البرمجة ودرست الجميع المستويات العلمية وأنظمت التشغيل الحالي سيدا دارسة بالبيت رسميا ما أحد يعترف التعليم حقي ذا ما أحد يدرك سنقات زين صدقا رسميا ترى ما عندي شك يسوينا تقول شذا التعليم الرسمي ما عندي تعليم رسمي لذلك الأقلامة اللي يقولك ياه هذا كلام من تجربة من تفقيع وجه جانب التعلم إذا سويت لك خطة في عندك هدف تبي تروح له وحسيت بالملل حسيت بالتعب أو بديت تحس بنوع من الغيظة والغضب وأنك عصبت ترى فيه حل ممتاز كم أنا أبو هاش شاء له قم وتركه ساعة يوم يومين إلا إذا صارت مسألة حياته موت أهلا وسهلا الشيء الثاني والمهم أنه مو بس تقوم أو تعرف أنت ليش دقرت الأخلاق ليش راحت سنين علي وأنا ما كنت أدري أنه أنا أقفل بسبة الموية ما كنت أدري عشان كده أنا حاطه هنا هايدريت أتصح ترى ما كنت أدري أنه أنا أقفل بسبة الموية الرب ما تقولي شد أخلا للماء بيقول كلما مليان أكسوجين يغذي مخك في الأكسوجين تتنشط مرت حالي سنين ما كنت أدري أنه عاد شي ما أنا أقول أنت أشقق حنا كليش في أشرب ماء خلاص كليش في أنزل طلب يشرب ماء ما كنت أدري أنه مهم وجود مثلا فاكه عندي وأنا أتعلم شي أو أسوي شي فاكهة مو بحلويات صار لي الآن يمكن أكثر من شهرين كثل هذه شهور بخلينا الحلويات من أول ترى لازم يكون في حلوة تركت الحلويات لأن الحلويات تقول بي كذا عكس الفواكه تغطيت فواكه فيمكن يكون في أسباب ثاني للملل والتعب والتقفيلة هذه ما كنت أدري عنها لازم تدرسها لأنه مو معقولة كل مرة تقفل تقوم بعد أنت راسك ممكنك معتاج يبريك تيسرب ماء وتأكلك تفاح وتجي أشياء الثاني ارحم نفسك في الساعات الطويلة اللي ما لا داعي ارحم نفسك شلون دريت أن أصلا نلمع السبب أخوي أنا أنا شخص ما نبيش رب ما أبد دقي ما أعرفه هالم يعني صدق أنت ما أعرف هالمع ذا في ناس تردين شرب ما أنا نادر شربي للمع أخوي هو اللي قال لي زين قالت راقش تجين وترب بعد ما قال لي كلام دا بديت أجرب 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 وفعلا لاحظت الفرق زين والحينا أعتبر شخص يشرب ماء كثير مقارنة بقبل يعني في ناس ما شاء الله بثنين ثلاثة لترب اليوم قربه ما شاء الله المهم فاعرف أسبابه الملدة وشو ليش أنا قفرته حين معي عاول تعرف على أسبابه تجرب منه منه لا يكون بس كل مرة تقول مزاجي ما يخلقه تقوم مزاجي ما يخلقه تقوم أول مرة ما يخالف ثلاث مرة ما يخالف خامس مرة ما يخالف بس إلى متى مزاجك تبيرعب عليك إلى متى كيف يطول بس شال في ذي يعني هذا هذا لأني ما استحضرت شيء لكن الحديث